بالتزامن مع إعلان السلطات التركية استمرار استجواب 25 موظفاً في القنصلية السعودية في اسطنبول بحثت الحكومة التركية في اجتماع ترأسه رجب طيب إردوان كل تفاصيل ملف مقتل جمال خاشقجي داخل مبنى قنصلية بلاده في الثاني من الشهر الجاري وهو الملف الذي يحظى بمتابعة عالمية ما بين سياسيين ورأي عام رئيس إردوان يتابع بشكل دقيق وحساس هذا الملف منذ بدايته وسيدلي بتصريحات ويعلن عن كل التفاصيل حول هذه القضية ولن يتم تستر عن أي تفصيل مهما كان صغيراً كانت هناك اتصالات بين القيادتين التركية والسعودية المدعي العام في اسطنبول والمحققون معه يقومون بواجبهم على أكمل وجه خطوات تركيا كلها منذ اللحظة الأولى وحتى الآن هي وفق القانون وستعلن النتائج حال الوصول إليها بشكل كامل صوب اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتلمية الحاكم في تركيا تتجه أنظار الأتراك والسعوديين هذه المرة ومعهم كل العالم فهو الاجتماع الذي قال إردوان إنه سيعلن فيه كل التفاصيل المتوفرة لدى السلطات التركية حول مقتل خاشقجي تفاصيل يرى مراقبون أنها قد تعيد رسم شكل العلاقات التركية السعودية من جديد يبدو أن الجانب التركي قد وصل إلى نتائج وأدلة مهمة وحاسمة في التحقيقات سيعلنها الرئيس أردوغان الرئيس التركي تواصل أكثر من مرة مع العاهر السعودي لبحث هذا الملف حرصا من الجانب التركي على العلاقات ولكن الملف قد يتجاوز هذه العلاقات إذا ما أعلن الجانب التركي ما يدين مسؤولين سعوديين كبارا الادعاء العام التركي من جانبه أكد أنه يعمل على التوصل إلى الحقيقة الكاملة حول مقتل خاشقجي في أسرع وقت ممكن وإعلانها كما هي بما يتوافق مع رغبة إردوغان وهو الأمر الذي أكد عليه في وقت سابق مسؤولون في الحزب الحاكم أخذا بالاعتبار أن الجهات الحكومية لم تعلن حتى الآن أي معلومات أو نتائج نهائية حول هذا الملف يتوخى المسؤولون الأتراك أقصى درجات الحذر خلال الحديث عن تفاصيل ملف خاشقجي فيما يبدو حسب متابعين أنه بناء على تعليمات من أعلى هرم السلطة في البلاد لتتجه الأنظار الآن إلى ما سيفصح عنه إردوغان من تفاصيل حول الملف على مصبحات الحرة إسطنبول شكرا شكرا